يعني أهمية تسجيل اليونسكو لمصار العائلة المقدسة وإحنا بنتكلم على الثقافة الغير مادية هذا المفهوم معناقي يعني الثقافة الغير مادية عايزين نشرحها طبعا للمشاهدين بشكل مبسط ويعني إنه اليونسكو اعتمدت ده طبعا اعتماد اليونسكو في اجتماحها الأخير في الرباط في المغرب بملف قدمته وزارة الثقافة ومجهود كبير الحقيقة بوزن من وزارة الخارجية المصرية مع بوزارة السياحة والأثار لاعتماد التراث الغير مرئي الخاص أو الغير مادي الخاص بمصار العائلة المقدسة لنقاطها ومصار العائلة المقدسة زي ما احنا عارفين هم 25 نقطة خلال هذا المصار اللي قامت به العائلة المقدسة في زيارتها لمصر كانت تقام بعض التقوص والاحتفالات اللي كانت بتتم على دخولهم لكل مدينة وده المقصود به غير مادي اللي هو هزيه التقوص أو مظاهر الاحتفالات بالزبط بيبقى فيه تبادل هدايا فيه أكل بيتقدم فيه خدمات فيه احتفالية وبالمناسبة هذه الاحتفالية ليست فقط كانت ليه المسيحيين أو الأقباط مصر لكن كانت ليه المسلمين والمسيحيين ومزالت حتى الآن طب إيه اللي كان مخلي اليونسكو ما تعتمدش ده قبل كده هو ما كانش فيه طلب تقدم لليونسكو لاعتمادها فطبعا وزارة الثقافة الحقيقة قامت بمجود كبير عشان تعتمدها كان هناك بعض الملاحظات تم تلافيها وتقدم الملف وكان فيه حاجة نقدر نقول شبه إجماع على توصيق هذه الاحتفالات التي تقام على هامش المصاري العائلة المقدسة وده الحقيقة يعني اللي كان مرحلة تانية لأنه كان قبلها احنا عارفين المرحلة الأولى اللي تمت باعتماد مصاري العائلة المقدسة في الفاتيكان كمصار ديني وبالتالي الدولة المصرية بدأت تشتغل بقوة على هذا الملف وطبعا نجحنا في تحقيق أو الانتهاء من عدد من النقاط اللي تعتبر بقت جاهزة لإستقبال السمارة أستاذ بيسم عايزين نعرف بالزبط يعني إيه الخطوات اللي قامت بيها الدولة لتطوير المصار علشان نكون قادرين إن احنا نستقبل بقى الزوار ويعني يكون جاهزين لده عشان نبسط الموضوع للسادة المشاهدين نقدر نقول إنه مصاري العائلة المقدسة بدأ من بيت لحمة في فلسطين ثم بدأ يدخل مصر عن طريق منطقة شمال سيناء عند العريش وبعدين دخل على الفرمة وبعدين بدأ يخش لمصر طبعا من نقطة لنقطة لتمن محافظات في مصر استمرت الرحلة دي في مصر حوالي ثلاث سنين ونص وكان عمر سيد المسيح وقتها سيدنا عيسى كان عمره تقريبا سنتين طبعا المصريين بطبعهم من زمان شعب متدين وبالتالي كانوا فرحانين بالبركة اللي بتحل بكل مدينة بتنزل فيها سيدة مريم العزراء والسيد المسيح وبالتالي أصبح هناك نوع من أنواع يعني تلق البركة بوجودهم فبدأ يجتمع في كل نقطة يجمعوا فيها مجموعة من المصريين عشان ياخدوا البركة منهم طبعا الدولة بدأت تركز على المصار اللي مشي فيه النقاط الخمسة وعشرين طبعا عشان نؤهل هذه المنطقة لاستقبال السواح احنا محتاجين نماهد الطرق بحيث تقدر تبقى ممهدة نقدر نستقبل فيها السيارات السياحة اللي هتجيب بالوفود السياحية لهذه المزارات محتاجين يكون فيه يفط إرشادية على الطريق عشان تقدر تعرفهم الاتجاهات للوصول لها محتاجين يكون فيه استراحات في الطريق عشان تقدر السواح يقدروا يبقى فيه عندهم رست يرتاحوا فيه فيه كمان مطاعم لو هيتناولوا فيها وجبات الخدمات اللي بتقام هل ده تم إنشاؤه بالفعل ولا لسه متوقع يخلص لا احنا شغالين على الملف من 2016 طب ده متوقع يخلص امه خالص هو فيه نقاط بالفعل انتهنا منها وبالفعل فيه مجموعات سياحية بس يمكن مش كبيرة بدأت تزور بس كم نقطة من الخمسة وعشرين يعني احنا نقدر نقول ان احنا انتهينا يمكن من حوالي يمكن 12 او 13 نقطة باقية النقاط شغالين فيها بالتوالي ان شاء الله يمكن احنا بنقول نبدأ خير ان لا نبدأ طبعا فنقدر نبدأ برحلات لهذه النقاط بجزء منها رحلات جزئية اشتركوا في القناة